مشاهدي خناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 16 التمرين السابع أكمل وصف هذا المربع له أربع ماذا وأربعة ماذا كل ضلعين متقابلين فيه ماذا قطراه ثم ماذا إذن فالمربع له أربع زوايا قائمة نضرب عديد الزوايا قائمة وهو أربع زوايا قائمة وأربعة أضلاع متقايسة وأربعة أضلاع متقايسة كل ضلعين متقابلين فيه كل ضلعين متقابلين فيه متقايسان ومتوازيان متقايسان ومتوازيان كل ضلعين متقابلين فيه متقايسا ومتوازيان قطراه إذن قطر المربع متعامدا إذا رسمنا القطران جل المربع قطراه قطراه هذا قطر هذا قطر أنفر قطران قطراه متعامدا متعامدا قطراه متعامدا وكذلك ومتقايسا المتقايسا ومتعامدا أولا متعامدان ومتقايسا التبرين الثامن أساعد الطفل على حل اللغز التالي أضلاع الأربعة متقايسة وليس لي أي تزاوية قائمة أنا ماذا لشنا هو الشكل اللي عنده بعاد الأضلاع متقايسة وما عنده حتى شيء زاوية قائمة فقد عرفنا الفرق ما بين المربع وما بين المعين فقلنا المربع والمعين عندهم الأضلاع متقايسة ولكن الزاوية دي المربع قائمة ودي المعين غير قائمة إذن أنا معين أنا معين أضلاع متقايسة وزوايا غير قائمة التبرين التاسع أرسم مربعا طول ضلعه إثناني سنتيمتر يعني أنشأ مربع طول ضلعه دي المربع وحيدو جز سنتيمتر بعد ذلك غادي ناخده الميزوات نشأ العمود ثم نكملوا الرسم دي الشكل جز سنتيمتر هاي التعامد بعد ذلك مثل الطريقة نكملوا بالبركة جز سنتيمتر هي هادي وغادي ننشأ واحد القوس انطلاقا هاد النقطة ثم قوس آخر انطلاقا هاد النقطة بعد ذلك غادي ننشأ الضلعين الآخرين الزاوية الأربع قائمة والأضلع متقايسة فهذا مربع طول ضلعه اثناني سنتيمتر تمرين العاشر ارسموا في دفتري مستطيلا طول قطره ستة سنتيمتر طول قطره ستة سنتيمتر فقد قلنا بأن قطر المستطيل قطر المستطيل فهما متقايسان ويلتقيان في المنتصف وغير متعامدان ننشأ القطر للطول دياله ستة سنتيمتر مصد دياله ثلاثة ثم غدينشأ خطر آخر كيتلقى معها في المنتصف كما هك يلتقيان في المنتصف هذا هو المنتصف واستة سنتيمتر مرة أخرى دا القطران متقايسان ويلتقيان في المنتصف فاستة سنتيمتر واستة سنتيمتر بعد ذلك ردي ننشأه وهذا المستطيل فالشكل الذي سنحصل عليه الشكل الذي سنحصل عليه عبارة عن مستطيل فهو عبارة عن مستطيل الإجزارسيس 11 جو كمبلت لتابلو سويفون ومتن لنميرو دي فورم جيومتريك نكملو الجدو التالي ومتن لنميرو بوضع الأرقام دي فورم جيومتريك ديال الأشكال الهندسية دي ريكتانجل كاري لزانج المستطيلات المربعات والمعيانات لنحدده كل مستطيل ونكتبوا الرقم دياله هنا فعندنا المستطيلات عندنا واحد عبارة عن مستطيل الشكل رقم ستة كذلك مستطيل والشكل رقم تمانية مستطيل لكاريك المربعات فعندنا الشكل ثلاثة مربع عندنا الشكل تسعة مربع كذلك المربعات هذا اكتبناه هذا اكتبناه هذا اكتبناه ثلاثة مع تسعود ثم للزنج المعينات فعندنا أربعة معين وخمسة كذلي أربعة مع خمسة أما الشكل الجوج مع سبعة فهو مع عبارة عن مضلعات ربعية فقط ليسوا بمربعات ولا معينة ولا مستطلة التبرين الاثنى عشر أكملوا ورقة تعريف الشكل الهندسي التالي الإسم كل ذي العين متقابلين متقايسين ومتوازيا كاللاحظ بأن القطراني غير متقايسان وغير متعامدان لكن يلتقيان في المنتصف فالإسم فهو عبارة عن متوازي أضلع متوازي الأضلع عدد الأضلع أربعة دي الأضلع أربعة عدد الزوايا أربعة القطراني يلتقياني في منتصفهما كل ذي العين متقابلين كل ذي العين متقابلين كل ذي العين متقابلين فيه متقايسان متقايسان ومتوازيان كل ذي العين متقابلين متقايسين ومتوازيين أيضا التبرين 13 أستعمل الشبكة لرسم أشكال أخرى وأسميها إذن نستعمل الشبكة لرسم أشكال أخرى ونسميها فهنا عندنا عندنا متوازي أضلع إذن نرسمه واحد جوج يعني واحد جوج نبدأ من هنا واحد جوج ثم واحد جوج هنا واحد جوج درسمه الشكل الأول ثم 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 المستطيل واحد جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة من هنا ثلاثة وثلاثة كذلك من هنا واحد جوج ثلاثة ثم المربع ثلاثة من هنا واحد طلو دلعيه تربعة واحدة تربعة واحدة تربعة واحدة أيضا ثم تربعة واحدة كذلك ثم ثم عندنا المعين القطر الكابير طولي الواحد جوج ثلاثة أربعة والقطر الصغير واحد جوج الواحد جوج ثلاثة أربعة واحد جوج قطران متعامدان ويلتقيان في المنتصف والأضلاع كلها متقيسة هذا هو المعين ثم قطران نحدد الاسم ديالكل شكل فالشكل الأول قلنا متوازي الأضلاع متوازي الأضلاع الشكل الثاني مستطيل الشكل الثالث مربع فمعين التمرين أربعة عشر أستعين بالمستقيمين المتقاطعين وأرسموا متوازي الأضلاع M-A-R-S ماغس 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 M-A-R-S ماغس 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 سنتيمتر والط LAURA ماغس ماغس جزي الماغس جزي الماغس أسمن ستة. من ثلاثة. والمنتصف. ثم القطر الاخر قلنا اربعة سنتيمتر. اذا هديجي جوج جوج. اربعة سنتيمتر. يجوج من هاتي الجي وجوج من هاتي الجي. فالقطراني غير متعامدين. ما خصوش يجو متعامدين. هذا قطر صغير. والاخر قطر كبير. ثم كنكملوا انشاء متوازي الاضلع. كل ذي العين متقابليني. متقايسين متوازيا. القطراني التقياني في المنتصف. لكن غير متعامدين. هذا نسميه. ا. 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 ج. ا. ا. و بهذا انهي تمرين صفحة ستة عشر نلتقي في الصفحة سبعة عشر. كما اذكركم بانه بامكانكم متابعة دروس اخرى خاصة بالمستوى الرابع والتي ظاهرة أمامكم في البلايلست وبالرجوع إلى أسفل الفيديو في صندوق البصف إلى اللقاء